الحكومة النمساوية تتوافق على إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027 وأنا من منباري هذا أقول لك أنا لا أصدق يعني هلا بغض النظر عن أن نصدق صراحة أنا أراها أنا أرى الموضوع يعني يعتبر مبادرة جيد أستاذ مبدوح أنهم يوجد توافق على الأقل يوجد توافق ممنح ما أحد بيعرف الأيام الجاي شو عم تعمل الطاقة النظيفة يعني فعليا اليوم عم تتزايد عم بيزيد الاستثمار بالطاقة النظيفة فبالتالي من الممكن جدا فعلا أن تستغني أو تستطيع النمسا وغيرها من الدول إذا كان هناك بدائل موجودة لكن بشكل عام أكيد يا سيد الكريم هي ليس القضية بشكل عام هي قضية أنه يوجد خطة معينة لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027 أكيد الغاز رح يكون فيه له بدائل معينة الطاقة الكهربائية اللي تولد من خلال الغاز رح يكون النمسا قدرت يصير عند نوع من الاكتفاء الذاتي من خلال الطاقة النظيفة إن كانت المشترات من دول اتحاد أوروبية أخرى أو المولدة من خلال طاقة سيصابر يقول لك على الأقل من الناحية النظرية يعني على الأقل من ناحية النظرية ما احنا عم نحكي من الناحية النظرية فبالتالي يعني بمشوار الألف ميلي يبدأ بخطوة ماي سيد الكريم وأول نفسها صارت قاطعة خطوات كبيرة صحيح ما حققوا شيء حتى اليوم يعني ما زال الاعتماد على الغاز الروسي بالنسبة لا تقل عن 80% إلى 88% نعم صراحة ولكن خير إن شاء الله يلا نشوف الأيام اللي جاية جايباننا إيه أو مخبياننا إيه ترجمة نانسي قنقر